اه السلام عليكم وحمد الله وبركاته ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كفير. نبدأ ان شاء الله في برنامج جديد من البرامج اللي هو الاتسلم. افتح برنامج الاتسلم. وارح اقول له بلانك واركبه صفحة عمل جديدة. طيب. عايز اعرف الناس تجاوب معي. عايز اعرف انا فاستخدم برنامج الاتسلم ايه بالزبط? الناس يشارك معي انا باستخدم برنامج الاتسلم في ايه بالزبط? بشمهندس محمد بفضل هندسك. السلام عليكم وشمهندس? وعليكم السلام هندس. انتحيات لحضرتك وتحيات المهندس احمد والطاق من المهندسين اللي موجودين معانا او الكاذري اللي موجود كله في المحاضرة. بشمهندس بالنسبة للإكسل فهو من اعتبر وكده من الجباول والعمليات الحسابية اللي كل واحد على حسب. يعني عميطا بالنسبة احنا يعني هنتكلم كشغل مهندسين. اه ممكن بعمل عليه على الاتوكات وابتدي احسب بدل معهد مثلا ايه? اشتغل احسب مثلا على ايدي او اغلط في حاجة. فهونجا اعمل معادلة وهونجا مدخلها على الاتوكات وابتدي احسب عليه اعمل بيه جباول. اه بالنسبة مثلا للانسان كانت اللي هما الادارة الموض البشرية مثلا بيكون مثلا كالمشروع مثلا في مشروع بيكون مثلا فيه اعداد اه بتزيد مثلا مشروع عن خمس تلاف اه شخص. فمش معقول الواحد ايه وخش مثلا يعمل الجباول دي على اديه. فآآ بقدر الامكان بنعرف حتى لو مثلا فيه غلط ولا حاجة مثلا كابين اسم اه اسم اشخاص مقرارة فبنتكرر مثلا نعمل معادلة بآآ من 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 بعض المعادلات آآ فيه مثلا الجمع او الطرح او مثلا ازا كان فيه اسماء متشابهة بتطلع في المعادلة او بيكون فيه شيء مقابل شيء ازا فيه عشخاص متقرارة في نفس الاشيط اللي موجود. آآ آآ مثلا بعمل عليه رسم بياني باش مهندس ازا مثلا عايز اعرف آآ اسماء المسلا مجموعات معينة مجموعة المهندسين اقديه. الشغل اللي خلصناها مثلا اقديه. من خلال البرنامج اللي اكسل ده فصراحة يعني آآ مريح ناس كتير كانوا مثلا بالنسبة للآآ كمهندسين او محاسبين او اي آآ او 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 شركات نفسها مثلا بتعمل مغادلات او بتعمل برامج بعض الشركات وبعض الناس كلها بتفضل الكسل في الشغل تباحها يعني نعمل تحليل بيانات بشمهندس كمشروع كامل مثلا اذا مثلا عندي نسبة معينة مثلا من موظفين ازاي بعرف نسبة الموظفين الموجودة بدلا مثلا ما بخش مثلا على برنامج الورد او اي برنامج ثاني او يعني باختصار للوقت بشكل بشكل مختصر بشمهندس وشكرا لحضرتك وان شاء الله ما اكونش مختن اشكرك جدا ان دسة يعني اه ادي لك حقق فعلا انت لقات اوفيت في الشرح فعلا انت بتلي كل التفاصيل الفاصة بيه برنامج الكسل اللي انا استخدمه في جداء الالكترونية معادلات رسومات بيانية احصاء كمهندسين الناس بنستخدمهم عموما لو عايز اعمل ربط ما بينه وبين توكات كادارة موارد بشرية لو عايز احسب اللي هو المكفآت الجزاءات عايز احسب عدد الموظفين عايز احسب مسلا اه اه اعمل تقارير معينة الكلام ده كله بعمله على الاكسل خلق رواتب الضبط اه تمام كويس خطس اه مش عمل جداول بيانات وربطها بالفاجي تمام كويس خطس اجراء العمليات الحسابية مش جداول معادات رياضية تمام فزي ما قلنا وزي ما انت قلته الاكسل انا بستخدمه في عمل الجداول الالكترونية او المعادلات الرياضية والعسابية فايل عندي حاجة اسمها فايل وحاجة اسمها شيت الفرن بين الاتنين انا لما جي انشئ شيتكسل من بره فده اسمه فايل يعني ملف ده اسمه فايل لكن لما جي افتحه من جوا اسمه شيت فالفايل ممكن يكون جواه اكتر من شيت مش العكس بالزبط الملف بيبقى فيه اكتر من شيت يعني ملف التشغيل من بره ده بسميه فايل ده فايل 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 لكن لما دي تدخل من جواه فده اسمه شيت ده اللي هو صفحة العمل اللي انا بشتغل عليه والملف ممكن يكون فيه اكتر من شيت طيب قبل ما ابتدي اشتغل في الاكسل فيه ثلاث حاجات مهمين جدا بعملهم في الاول ايه هم الثلاث حاجات دلوقتي بقول لنفسي انا هبتدي اكتب او اشتغل في الشيط من اليمين الى اليسار ولا من اليسار الى اليمين انا هشتغل مثلا الارقام عندك ناحية اليسار الارقام عندك ناحية اليسار فانا عايز احول الشيط بتاعي الى ناحية اليمين من اليمين الى اليسار اروح على قائمة اسمها واروح اضغط على عندي جروب اسمه اختار منه حاجة اسمها فخلالك الشيط من اليمين الى اليسار طيب عايز اعكس من اليسار الى اليمين هدوس عليه مرة تانية خلهولي من اليسار الى اليمين باول حاجة بعملها ان انا بحدد اتجاه الكتابة عايزها من الشمال لليمين ولا من اليمين الى الشمال عن طريقة اما اسمها اللي هو تخطيط الصفحة واروح اختار حاجة اسمها فبيبدل معاك اتجاه الكتابة تاني حاجة انا وشغال ازبط الزوم بتاعك الزوم ان الزوم ما تقلش عن متين الزوم ما تقلش عن متين وخمسين اهو علشان تعرف تشتغل طب انت شايف ان ده مش مناسب لك انت لا صغر هو خبراء الاكسل بينصحوك ان انت ما تقلوش عن متين وخمسين صغر مسي مية وخمسين اه عايزها خليه مية بالشكل ده انا شايف ان مية مناسب انا شايف مية وخمسين بس ما قلش عن مية شايف ان هو متين بس خبراء الاكسل اللي بنصحوك ان انت ما تقلش عن متين وخمسين انا هخليها مية وخمسين انا شايف المية وخمسين مناسب مية طيب حلو خالص دلوقتي لما جي انا هكتب كلمة في الشيت الكلمة دي جات فين الكلمة دي جات من تحت معنى كده ان المحاذاء بتاعة الكلمة في البوتن او الاسفل طب انا عايز اخلي الكلمة في المنتصف او عايز اخلي الشيت كله في المنتصف عندك هنا في قائمة home فيه جروب اسمه الالاين منت او المحاذاء قد المحاذاء اللي عندك لو جيت اخترت في المنتصف خلى لك ايه محاذاء في المنتصف جيت اخترت اللي هو خلىها لك في الاعلى ودي البوتن فدي اسمها المحازاة الرأسية طيب اللي تحتها المحازاة الأفقية اللي هي الهوريزينتل ناحية اليمين ناحية اليسار في المنتصف فثلاث حاجات بركز فيهم اتجاه الكتابة الشيط بتاعي من اليمين إلى اليسار ولا من اليسار إلى اليمين عن طريق قائمة اسمها بيج لقوت تاني حاجة بزبطها في براءة بينصحه ان انت ما تجلش عن بس انا خليتها مية وخمسين لان انا شايف المناسب لها مية وخمسين هو ليه بنصحك بحاجة زي كده علشان الرؤية بتاعة الخلاقة تكون واضحة ثم بعد كده بزبط المحازاة بتاعتي طيب طيب انا هروح في كل خلية وروح ازبط المحازاة لا انا مش هروح في كل خلية واعمل المحازاة انا هعمل بالشيط كله مرة واحدة عن طريق زومي عن دستور ممكن عليك انت كشيط انا اوفيس ستمية خمسة وستين ممكن تلاقي الزوم في الفين وعشرة مش بالشكل دايب ممكن تلاقيه اقلم كده بشوية فهو بينصحك انت تخليه مية وخمسين عشان يكون واضح بالنسبة لك انت وشغاد لا عايز تقلل قلق مش مشكلة متين يعني انت مش مشبر بس هو بيقول لك المناسب لك هخليه مسلا انا مية وخمسين المية وخمسين مناسبة بالنسبة طيب انا عايز اعمل محازاة هنا ومحازاة هنا ومحازاة هنا وهنا 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 هروح في كل خلية المستطلات اللي انتوا شايفينها اسمها سل او خلية هروح في كل خلية واعمل الكلام دي ولا روح اعمل للشيط كله مرة واحدة هروح اعمل للشيط كله مرة واحدة طيب عايز اعمل تحديد للشيط ككل. بحدد الشيط ازاي? الناس تقولي بحدد الشيط ككل ازاي? عندك تلات طرق بحدد بهم الشيط ككل. تمام. الناس ايضي طريقة واحدة. تمام. ماشي الطريقة التانية. طيب مين يقولي الطريقة التالتة وياخد بونس اه خمس دراجات على الدراجات بتاعته. انا خلي البشماندس يتفهلكم للدراجات بتاعته. بالماوس واسحب لاسفل لكل الشيط. طيب زي ما قلت الطريقة الاولى كنترول مع ايه? كنترول مع ايه? بحدد الشيط ككل. بالشكل دي. واروح اعمل من فوق توسيط المحازات بتاعدي. يعمل من المسلس اللي ما بين حرف الايه ورقم واحد. ما بين اول عمود واول صف. اللي جايب الطول ده اسمه عمود. الايه? عمود. البي عمود. السي عمود. الدي عمود. طيب الارقام واحد اتنين تلاتة اللي جايب العرض فهو صف. فالمسلس اللي بين اول عمود واول صفك الطريقة التانية. طريقة التالتة مع شفت مع سبيس. سبيس اللي هي المسطرة. مع شفت مع سبيس. الناس تجرب مع شفت مع سبيس. سبيس اللي هي المسطرة. طيب. انا دلوقتي الطريقة الاولى كنترول مع اي. كنترول مع اي. باول اختصارة. كنترول زائد اي. الاختصارة التانية. كنترول. زائد شفت. زائد سبيس اللي هو المسطرة. الطريقة التالتة اللي هو المسلس. اللي هو ما بين اول عمود واول صف. اللي هو ما بين اول عمود واول صف. كنترول اي? كنترول شفت سبيس. والمسلس اللي هو ما بين اول عمود واول صف. طيب. انا دلوقتي عايز عندي كم صف? كم صف? طيب الصفوف نزل التحت ولا طالع الفوق ولا راح ناحية اليمين وناحية اليسار? الصفوف نزل التحت اهو. اتنين تلاتة اربعة خمسة. فانا بكون واجه فين? في اول صف عندك. واقول كنترول شفت وسهم التحت. اه مسلس هتضغط بس عليه. هتضغط بس عليه. طيب. عايز انزل لتحت اشوف عندي كم صف كنترول مع مع سهم التحت. كنترول مع مع سهم التحت. عشان اعرف كم صف عندي. الناس اجربها لان انا عندي مشكلة في اه في الاختصارات. حاول اطبها لكم اه محضرة بتاعة بكرة على جهاز تاني. كنترول شفت سهم التحت بيعدل لك انت عندك كم صف في فين? في هتلاقيها مليون وشوية. مليون وشوية. طيب لو عايز اعرف عندي كم عمود اللي عمدة كلها راح ناحية اليمين. كنترول شفت سهم ناحية اليمين. هنضغط عليها بس. اضغط على طريقة المسلس. هل المسلس هنضغط عليه اهو. اللي ما بين اول عمود و اول صف. تضغط بس عليه. طيب. انا دست كنترول شفت سهم التحت. فجاب لي اخر صف عندك. عايز ارجع تاني كنترول شفت سهم الفوق. انا هرجع. طيب كنترول شفت سهم التحت. هيعرف لك كام عدد الصفوف. كنترول شفت سهم الفوق هيطلعك لاول صف عندك. عايز اعرف عدد الاعمدة. الاعمدة كلها راح ناحية اليمين. يبقى كنترول شفت سهم ناحية اليمين. طيب عايز ارجع تاني للعمود الاول كنترول شفت سهم ناحية اليسار. طيب. يبقى. تكلمنا في ان آآ عندي طلت طرق ليه التحديد. كنترول ايه? كنترول شفت سبيس. والطريقة التالتة المسلس اللي هو ما بين اول عمود وايه اول صف. طيب. الخلية اللي انا واقف عليها دي اسمها ايه? خلية دي اسمها ايه? هل اسمها بي سري بي فور بي فايف بي سكس بي سيفن? والاسمها بي سري. والاسمها بي فور. طيب. انا باخد اول عمود العمود اللي هي موجودة في الخلية. هو نظلل هنا على السي ونظلل هنا على تلاتة. يبقى انت في العمود سي والصف التالت يبقى. سي سري. اجراها الاول ازاي? اجرا الاول العمود ثم الصف. اجرا العمود الاول ثم الصف. ادي سي. سري. ادي العمود وهدي الصف. طيب دي. اي فايف. طيب ده بقى. هنا عشان عامل دمج. هراء عمل ايه? ده مجلك ارقام مع بعض. بس هي تتجير ازاي? اول عمود. العمود اللي هي وقفة فيه. وهتختار اول صف. فدي اسمها بي سري. اسمها بي سري. طيب. هترطلع فوق خالص فوق العمدة هتلاقي فيه خلية صغيرة. او فيه زي مستطيل صغير. المستطيل ده اسمه اللي هو ايه? سندوق الاسم. اسم الخلية اللي انت واقف فيه. هتلاقي من فوق. فوق المسلس. ده اسم الخلية اللي انت واقف فيه. طيب اللي جنبها. انا واقف مسلا كميسال على الخلية دي. فالف اكس بيظهر لك الحاجات الموجودة داخل الخلية. يا اما لو عندي معادلة. عندي معادلة. اهو بس اكل ده. اول ما يكون واجف على الخلية فبيمديك المرجع من فوق. ادي المعادلة بتاعتك. وعملت ايه فيها بالزبط. طيب لو دس علامة كده انا كنسلت الافز اللي انا هعمله طيب. لو هزود مسلا. اشيل دي. وراح اقول له كده. ونعمل جامع لده. طيب انا عايز احفظ اللي انا عملته. فاقول له علامة الصح. عايز الغل اللي انا عملته. رجيحها لك زي ما كان. طيب الاف اكس. بيفتح ليك صندوق معادلات. اهو. معادلة الصمة عشان عملها بيكون لها شروط معينة. طيب الاف اكس. واروح معادلة الاف. وقول له جو. يعني دي معادلة الاف. وقول له جو. يعني روح لي على معادلة الاف. فهنا بيقول لك ايه? ليه هنا مش ميديك حاجة? عشان خطر انت هتعمل معادلة الاف ده هتعملها على ايه بالزبط? هل في ارقام? هل في مسلا اه شروط معينة? انت مش كاتب الشروط دي. فالاف اكس بيظهر لك الشروط بتاعة كل معادلة. طيب. ده انا بسميه شريط الصيغة. الصيغة اللي انت بتكون كذبة في الخلية بيكون مكتوب في شريط الصيغة. طيب. زي ما قلنا ده اللي فوق ده اسمه شريط العنوان. عنوان الملف اللي انا فتحه. دي اسمه شريط الوصول السريع او وفايل هوم انسيرت درو اه بيج لقاوة فرمولة ده هتر فيو فيو. دول اسمهم شريط القوائم او التابويبات. كل قائمة فيهم نزل منها مجموعة ادوات فده اسمه شريط الادوات. ادوات اللي بتعمل نفس الحاجة داخل جروب واحد. يعني مسلا دي خاصة به الفونت الخطوط. فده جروب الفونت. ده جروب وها كسبه. طيب. اللي تحت دي اسمه شريط الحالة. هنا ده الزوم بتاعي. والترادة اللي جنبه بعد طريقة العرض. طريقة العرض بتاع الشيت. شيت الاجسل طريقة العرض بتاعتي. طيب. عندك هنا كتب لي من تحت كلمة اسمها شيت وان. طيب. ده اسم الشيت وليس اسم الملف. اللي فوق اسم الملف. اما اللي من تحت دي اسم الشيت. عايز اغير اسم الشيت اغيره ازاي? هضغط على الاسم دي ضغطتين كليك شمال. هضغط على الاسم. ضغطتين كليك شمال. واكتب الاسم اللي انا عايزه. بس. طب في طريقة تانية اه. هتضغط كليك يمين على الاسم. واروح اقول له او اعادة تسمية. وكليك يمين وقول له او اعادة تسمية. اعمل لي اعادة تسمية لاسم الشيت. طيب دليت لو عايز احزف الشيت. بصوا كده. علامة الزائد اللي جنب اسم الشيت بيقول له نيو شيت يعني. شيت جديد. اهو دست عليه. فانا عايز احزف الشيت تلاتة. لك يمين وقول له دليت. اول ما اجي اضيف شيت تاني قال لي شيت اربعة. احزف شيت اربعة او. اضيف شيت تاني قال لي شيت خمسة. طب ليه ما كملش تلاتة اربعة? هو بيحفظ لك ارقام الشيتات اللي انت بتضيفها. حزفتها ما حزفتهاش وبيكملك على الرقم اللي بعده. طيب. عندك حاجة اسمها لون الشيت. اه. بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي. لون الشيت مسلا باللون الازرج. مش لون الشيت معناه ان انت هتخلي الخلفية بتاعتها كلها او التحدد ده كله. تعمل لي حياة بالشكل ده? لأ. انت كده عملت هايلايت. عملت تظليل. لون الشيت معناه ان انت هتقف على اسم الشيت وضعي اللون. انا دلوقتي واقف فين? على شيت خمسة. فاللون اللي انا مختاره لشيت خمسة ظاهر بس بنسبة بهتان. طيب الشيتات اللي انا اقفلها ظاهر الوانها خالص. يعني لو رحت على محمد ظاهر بنسبة بهتان. رحت على شيت اتنين ظاهر بنسبة بهتان. واحد كزا. طيب ده يلون الشيت. طيب فيه شيت معين عايز اخفيه. مسلا شيت اتنين. كليك يمين واقول له هايد. يعني اخفاء. كده انا خفيته. طيب انا عايز ارجع الشيت اللي انا عملت له اخفاء. كليك يمين على اي شيت موجود عندك. واقول له ايه. يعني الغاء الاخفاء. طيب الغاء الاخفاء لشيت ايه? شيت اتنين? اه. اقول له اوكي. طيب. دلوقتي زي ما قلنا الشيت اللي انا واقف عليها يكون ظاهر بنسبة بهتان معناها ان انت فاتح الشيت دي. لو عايز احدد تلاتة مع بعض. كليك يمين على اي شيت واقول له سليكت اول شييت. بصوا كده اللي حصل. التلاتة من تحت ظهروا بنسبة بهتان. معنا انت التلاتة من تحت مفتوحين. او. سليكت اول شييت. طيب. طيب. عندك حاسمها معنا ان انت عملت لهم بحطتي التلاتة في جروب واحد. طيب هقول له انجروب. خلى كل واحد لوحده. انجروب بيخلي لك كل واحد لوحده. طيب. انا دلوقتي عايز اخلي شييت محمد بعد شييت خمسة. كليك الشمال عليه واسحبه. بصوا انا وباسحب. فظهر مسلس من فوق. اهو. حتى طلعت معك ورقة. اصحبه حطه بعد شييت خمسة. اهو. كليك الشمال عليه واسحب. ما تشيلش ايه ده. كليك الشمال عليه واسحب. طيب. في طريقة تانية اهو. كليك يمين عليه واروح اقول له حاجة اسمها يعني هعمل له نسخ او نقل. طيب. بيقول لك انت عايز تعمل له نقل بيفور شييت. قبل شييت ايه? انا عايز اعمل له نقل قبل شييت خمسة. فبروح احدد شييت خمسة واقول له. اوكي. فخليهولي قبل شييت خمسة. كليك يمين. طب لو عايز اخليه في الاخر. يعني خليهولي في النهاية. خليهوليك في النهاية. طيب. لو دست كليك يمينه واركبي وروح تحددت مسلا. اه شيت خمسة واركبي. عمل لك مني نسخة تانية اهو. اقول له دليت. ارقبي. لو علمت علامة صاح على كلمة اسمها كرييت اقبي. بيعمل لك نسخة مني تانية. طيب انا هعمل له انتقال لاي شييت او او لاي ملف ده لو عندك اكتر من ملف. انا عايز اعمل له انتقال لملف جديد او هدوس على نيو بوك. طب نيو بوك ده ايه. هل انت عندك اصلا حاجة في الكتاب الجديد او في الملف الجديد ما عنديك ملف جديد بصلا. دي كلها اعدادات الشيت نفسه. طيب انا دلوقتي جيت كتبت هنا مسلا رقم. كتبت هنا رقم. كتبت هنا رقم. كتبت هنا رقم. طيب. انا دلوقتي رحت عملت ايه بدرجات اللي عندك? نفترض ان هي درجات. فروحت انت نسيت اللاب بتاعت. مفتوح. وصفته مفتوح. وطلعت تجيب حاجة منبرا. بجهت اللي جيت حد معدل على الشيت. طب انت عايز تمنع التعديل دي. تمنع التعديل على الشيت. يعني اي حد يجي يكتب اي حاجة مش هيقدر ان هو يكتب. فبعمل ايه? بعمل حاجة اسمها بروتيكت شيت. كليك يمين على اسم الشيت واقول له بروتيكت شيت او حماية الشيت. ايه باجا هنا اكتب الباسورد بتاعي. اقول له اوكي. اعمل تأكيد للباسورد. ده بيعمل لك باسورد للشيت من جوا. ملوش جعب الملف من برا. الملف من برا من طريقة تانية. كنا بنعملها من وينفو. وقول له وقول له حاسمها آآ واكتب الباسورد التاعي. فانا عايز اعمل انا عملت باسورد للشيت من جوا. تعالوا كده نجرب نكتب اي حاجة. ظهر لك رسالة. قولي ازا سل او شارت يو ار يعني لان الشيت بتاعك اللي انت بتحاول انت تتغيره هو شيت نحني. علشان تعمل عشان تعمل تغيرات زا شيت اعمل او شيل الحماية من الشيت يعني انت ما احتاج طلب او ربما تحتاج طلب عشان خاطر تدخل الباسورد. وتاني كليك يمين واقول له مرة ده ان بروتكت ان بروتكت ان بروتكت يعني هشيل الباسورد. كده اكتب هيكتب معي. عشان اعمل حماية للشيت ومحدش يعدل عليه اقول له بروتكت شيت. ممكن ابعت الشيت لحد. الحد ده يعدل عليه. عشان احمل نفسه اعمل ايه? ممكن اعمل بروتكت شيت. وريني بجزاي هتكسر كلمة السر. طب فيه طريقة بيعملوها عشان يكسروا كلمة السر? آه. فيه برنامج بننزله وبنكسر بيه كلمة السر. بس مش اي حد يعرفه. دي الناس اللي فاهمة بس. الناس اللي هي اصلا دخلة في المجال الحماية. برنامج سهل وفوش اي مشكلة. بس لو هتبعته عادي مسلا انت آآ مدرب او انت بس هتبعته في الشغل ومش عايز حد يعدل عليه. فبتعملو دي ان شاء الله هناخدها ان شاء الله هندسخ وقت تاني. حضر الجاعة واللي بعدها. امليها طريقة. اتاخد وقت معي. عشان اعمل حماية ليه? كليك مين على اسم الشيت. واقول له حي اسمها شيت. هتعمل لي حماية للشيت. وروح اكتب الباسورد بتاعي. اعمل تأكيد ليه الباسورد. اقول له اوكي. اجي اجرب اكتب اي حاجة مش اكتب معي. طب عشان افكه. انا كشخص انا اللي عملت الباسورد انا اللي هفكه. كليك يمين على الشيت اقول له. بقول لك دخل الباسورد بتاعتك. هتجي تكتب اي حاجة هيكتب معك عادي. لحد الان فيها مشكلة مع الناس. لحد الان امور بسيطة. النهاردة مش هنتعمل فيه. النهاردة هناخد الاسيات الخاصة بالبرنامج. تمام? تمام? طيب. فيها مشكلة مع الناس. اه موضوع كسر الحماية انا هبعت لكم البرنامج او ان شاء الله انا اصلح لكم حاضرة بكرة. حد عندي سؤال لحد دلوقتي. طيب. لحظة كده الناس تخليها معي. هعمل حاجة بس سريعا. من جهاز الكمبيوتر. طيب. اه في حاجة اسمها اه ده طيب. نوع البيانات. نوع البيانات. طيب. ايه نوع البيانات اللي انت بتكتبها في شيط الاكسل? ايه نوع البيانات اللي انت بتكتبه في شيط الاكسل. خيب. بس بص كده معايا. اعمل مشاركة لشيط بس. طيب. ارقام ونداول. طيب. عندك حاجة اسمها باتا طيب او نوع البيانات. نوع البيانات اللي بتكون في شيط الاكسل ارقام ونصوص ووقت وتاريخ. يعني اللي انا بكتبه في الاكسل. اما يكون عبارة عن ارقام بالشكل ده. اما عبارة عن نصوص سواء كان بالعربي او الانجليزي. نص اللي هو اسم. اما عبارة عن تاريخ. اما عبارة عن وقت. بالبيانات اللي انا بكتبها داخل شيط الاكسل. بتكون عبارة عن ارقام او نصوص او وقت وتاريخ. ايزا عرف الفرقة ما بين وبين وبين عندي نوعين من معادلات. ايه الفرقة ما بين الاتنين? ايه الفرقة ما بين الاوبرايشن والاكوشن. العمليات والمعادلات. الفرقة ما بين الاتنين? الفرقة ما بين الاوبرايشن والاكوشن. العمليات خطوات كتيرة. طيب. الاوبرايشن هي العمليات الرياضية. اللي ايه? قبل ما اكمل. ايش مهندس? محمد. او ده الهندس. ايش مهندس اه زي ما حضراتك عودتنا اندسل اه بالنسبة ل المعادلات فدي فرمالة موجودة بالاكسلا بش مهندس اه ازا كان كلامي مش غلط. يعني انك بتعمل فرمالة وبتجمع اوتوماتيك مهما تحط لها اه يعني مهما نضيف القيمة او تضيف اي حاجة فهي اوتوماتيك بتجمع القيمة معاك. ده بالنسبة للمعادلات. يعني هي موجودة اصلا بالبرنامج الاكسل ومهما انت بتضيفها فهي بتاخد منك اوتوماتيك. او انت تشيلت منها بتشيل اوتوماتيك. بالنسبة للنورمال ان الواحد مثلا ممكن يجيب الاكسل عفوا الماوس وبيشده مثلا على تحت كده وبيدوله التوتل بدون ما يعمل مسلا اي حاجة يعني ده توتبر اوبوريشن او شو ما او ان شاء الله ما يكونش الجاوب غلط. اه نسل اشكرك هي اجابة صحيحة فعلا. اه بس في نقطة صغيرة هنتكلم فيها برضو دلوقتي. الابوريشن هي بتكون العمليات البسيطة اللي هو الجمع الطرح القسمة الضرب. اه اما اللي هي المعادلات المعقدة زي الصم. يعني وجينا تكلمنا مسلا على حاجة بالشكل دي. لو قلنا مسلا خمسة وخمسة. قلنا هنا عشرة. وهنا خمسة. قلنا مسلا اربعة تلاتة. وقلنا اتناشر تلاتة. وقلنا آآ الجمع والطرح والقسمة والضرب. والآآ مسلا قلنا تمانية وهنا اتنين. وقلنا هنا كمثال محمد هنا اولا انا عايز اجمع الاتنين دول خمسة زياد خمسة يتنين عشرة. طيب. اي معادلة في الاكسل? اي معادلة? قبل ما اكتبها لازم اعمل يسوي في الاول. ما فيش معادلة في الاكسل هتتكتب معاك من غير يساوي. طيب انا عايز اجمع الخلية دي اللي هي اسمها مع الخلية اي تو. انا عايز اجمع الخلية دي مع الخلية دي. هروح احدد بس هضغط ضغطة كليك الشمال على الخلية الاولى. اقل لي مثلا باللون الازرق. طب عايز اعمل ايه? عايز اعمل جمع. شفت معي يساوي. شفت معي يساوي. بيبقى انا عايز اجمعها على ايه? انا عايز اجمعها على الخلية التانية. اروح احدد الخلية التانية. ظهرت باللون الاحمر. وبعد كده اقول له انتر. حاليا بعمل العمليات الحسابية البسيطة. هي العمليات الحسابية البسيطة. مثلا للضرب. قسمة. حاجة اسمها تاني. عشان اجمع زي ما قلنا قبل اي معادلة يساوي. واروح احدد اول خلية عايز اعمل لها جمع اللي هي ايوان. واروح اكتب رمز الزائد. اللي هو شفت معي ساوي. واروح احدد الخلية التانية. اقول له انتر. بيبقى عايز حد يشارك معي في الباقي. بنفس الطريقة. شما عند اسم محمد منصور. اتفضل عند اسم. شما عند اسم محمد منصورة تولي بس الطرح. كل الطرح بعمله ازاي? شما عند اسم محمد. شما عند اسم حدرتك موجود؟ طيب. اه بشمهندس احمد? افضل. شما عند اسم حدرتك موجود. اشمهندس احمد فضل. فضل عند اسم. من الناس محمد محمد الشفقه تفضل عندس محمدس هنحط control shift مع يساوي محمدس او مثلا نيجي من على كلمة الفرمالة من فوق وندها اوكي وبعدين بناخد اللي هي يعني مثلا اللي هو عندنا عشرة طرح اللي هن مثلا بي واحد طرح بي اتنين هيدين اوكي بشماندس وتعطيه هيدين بيك الطرح بشماندس احنا نجمع عملنا ازاي عملنا في الاول يساوي نفسنا انا يساوي وينجيب بي واحدة بشماندس اللي هي اول اول خلية تمام طرح مثلا او نكتب طرح لا من غير الطرح اللي هو علامة الطرح اللي هو جنب ازاي من غير شفت بشماندس في عندي اه مثلا ازاي انا خطيت شفت وخطيت نقطتين وعم قفلت فيه قوسة بشماندس بيديني برضو نفس المعادلة دي مش عارف اه ازاي مثلا ازاي انا فتحت قوس مثلا ساعت ما اقول له يساوي وحطيت مسلا اللي هي بواحد وديتها شفت مع نقطتين وحطيت الخمسة وانت جاي اقفل القوس بالمعادلة بيديني برضو صارحة بشماندس تمام اه تمام بعد كده عملت ايه الخمسة اقفل القوسة بشماندس وبعدين يمتر بشماندس طب انا اللي انا عملت دي انا عملت عدسي هل استخدمت طرح ولا الجمع ولا ضرب ولا قسمة ولا اس ولا ارتباط انا مش مبين هنا انا مستخدم هي بالزبط انا مش ماندس يعني مصل لو حضرتك ازاي سمحت بعد ازاي ازاي انا حضرتك ازاي مصل زمان انت عملت كده صم تمام لو حطيت صم في الاول بس اللي حصل اه بالزبط في العمليات البسيطة انا في الاول يساوي اروح احدد الخلية الاولى اللي عايز اعمل لها طرح مينس احدد الخلية التانية وقول له انت يعني لو قفلت بقوسينة بشماندس مش هيدين انت لو قفلت القوسينة اهو اللي مجينا النائف القوسين طيب انا مش اقلي الاكسل انا عايز ايه بالزبط انت حددت اول خلية اه اه انا مش محدد باكسل انا عايز ايه انا عايز ايه بالزبط انا شمانس انا نسبة لي اه اه اشماندس محمد تواني فضل عن دس فضل عن دس شماندس اسلام السلام عليكم بشماندس عليكم السلام عليكم بس اه الضرب بشماندس بناخد اله بقول نكتب بيساوي واخد سي وان واكتب عالمة فيه اه عالمة فيه بعمل ازاي اللي هي عالمة اللي هي شفت وادوسها على رقم تمانية بالزبط شفت مع تمانية وبعدين في سي تا اه سي اه سي تو اه انتر يطلع النتيجة معادي اه بكس ما نفس الشي تمام يا عاندس شكراك عاندس ربنا باركة اولا بشماندس اه اسماندس اسلام افضل النتيجة معادي اه 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 احنا نعمل يساوي في الاسمة اه ونختار دي واحد بعد كده اه اه علامة الاسمة على بس انا مش عارف الزبط معايش الكيبورد دلوقت طيب علامة الاسمة اللي هو الز هي اه وجودة برضو في في الارقام اللي وجودة هتلاقيه اه في الارقام في الارقام ناحية العمينة ام حرف الز الز اه ايه ايه اما شفت زاه اما من الارقام العمينة لا مش شفت زاه ضاه بس بس لازم اللغة بتاعة مكون انجليزي تمام 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 بعد كده اختبر الخلية ديته تمام 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 اخوك اخوك ايه? عندي مشكلة بس في الزهر مش هلت تعمل معي ولا الارقام فالناس جارب اتناشر يساوي. تحدد اول خلية. ورمز القسمة اللي هو يعني حرف الزهر. بس لازم له تكون انجليزي. يعني من الارقام اللي ناحية اليسارة تلاقي علامة القسمة. وتحدد الخلية التانية. طيب القسمة بعمله ازاي? يعني قسمة اصلا. نحتاج حد جديد. طيب. بش مهندس احمد. بفضل عندي اصلا. طيب. لما اقول اص يعني تمانية اصتنين. يعني تمانية اصتنين. يعني تمانية مضروبة في نفسها مرتين. تمانية اصتنين معناها ان التمانية مضروبة نفسها مرتين. يساوي. واحدد الخلية الاولى. القس شفت مع ستة. شفت مع ستة. واروح احدد الخلية التانية وقول له انتر. نقل لك اربعة وستين. اربعة وستين. طيب. ارتباط يعني ارتباط. ارتباط انا عايز اعمل ربط ما بين الاسمين اخلوهم في خلية واحدة. يعني بدل. يعني بدل ما هنا محمد في خلية ورمضان في خلية اخلي اتنين في خلية واحدة. فبعمل ارتباط ازاي? شموه هندس كمال. فضل هندسة. معاك يا هندسة كم. فضل هندسة. احعمل اه شفت اه اعلامتي ازايت? ليه شفت يساوي يعني? تمام? اه شفت يساوي هتديك زايت. احنا قولنا في الاول بعمل يساوي. ايوة كيد يساوي. تمام? لا اه. يساوي عادية حضرتك اندسة. فيش مشكلة. بدون شفت. تمام? اه هحط محمد بين عالمتين تنصيص اللي هي شفت اه. محمد. اه اللي هي اف وان. تمام? مم. شفت اه كمان. اه اه شفت يساوي اللي هي الزايت. اه شفت اه. علامة التنصيص. اف كنين? اه. شفت طاعة علامة التنصيص? انتر حق. اه. هنا ليه اديك نوع من انواع الاختار له. عشان مش ممكن الخلية الخلية دي الفورمات بتاعها مش تمام. يعني ممكن كليك يمين عليها فورمات نفس المشكلة. نفس المشكلة. طيب. الحل بتاعها ايه? انا دلوقتي انا عايز اعمل الارتباط. انا عايز اخلي الاتنين في خلية واحدة. فين رمز الارتباط اللي هو شفت مع سبعة. شفت مع سبعة. طب احنا هنجرب بس شلنا زاد وحطينا اللي هو علامة الارتباط شفت مع سبعة. برضو مصطلع كأنه معادلة. طيب عشان اعمل الارتباط اعملو ازاي? بس كده? اول حاجة يساوي. احنا قلنا هحدد خلايا المرة ده. هحدد اول خلية اللي هي محمد. واروح اعمل علامة الارتباط اللي هي شفت مع سبعة. واروح احدد الخلية التانية. واروح جنرال. وارجع اعمل عمل ربط. لازم نقل البيانات هنا تكون ربط ما بين الاتنين. بس ما سابش مسافة ما بينهم. اهو التاني يساوي واحدد اول اسم. وعلامة الارتباط شفت مع سبعة. واحدد الاسم التاني وقول له انتر. فربطنا بين الاتنين بدون فواصل. طب عشان نحل مشكلة الفواصل ده هنعرفها ان شاء الله مع بعض. طيب. زي ما قلنا بالنسبة للقس. تاني اعيد عليها يساوي. احدد اول خلية. والشفت مع ستة. شفت مع ستة. رمز القس. شفت مع ستة. واحدد الخلية التانية اللي هو اتنين اقول له انتر. طب ايه معنى الكلام ده? تمانية قس اتنين يعني تمانية مضروبة في نفسها مرتين. تمانية مضروبة في نفسها مرتين. ده بالنسبة طيب بالنسبة بالنسبة اللي هي معادلات معادلات بتاعتك زي المجموع اللي هو المتوسط معادلات العد القيمة العزمة المين القيمة الصغرى. ده اسمها المعادلات المعقدة. يعني يساوي صم وافتح القوس. اروح احدد الاتنين دول مع بعض. انا ده انا عايز مسلا نعمل جمع. عم استرهلكم على الجمعين. يساوي صم. افتح القوس. خمسة حددت الخليتين مع بعض. احدد ازاي? كليك الشمال واسحب عليهم. فقال لك انت هتجمع بس من الخلية اي وان لاي تو? واقفل القوس. قول له انتر. قال لك عشرة. فدي اللي هي ودي اللي هي العمليات البسيطة. جمع طرح قسمة ضرب اص ارتباط. اما اللي هي المعادلات المعقدة. طيب. كما احنا بنعملها من بالزبط. وبكده عرفنا نوع البيانات. وعرفنا طيب. عدوه خالص. انا عندي دلوقتي يجيبت هنصح كل ده اهو. عندك هنا مسلا او اهو 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 عندك مسلا واحد اتنين تلاتة او واحد اتنين بس. عندك مسلا اتنين اربعة واحد كزا. عندك تلاتة عندك او اربعة ستة. اه لا اخليها تلاتة ستة. تلاتة وهنا ستة. طيب. عندك حاجة اسمها وحاجة اسمها فلاش فيلم. الفلاش وفلاش فيلم. طيب. الفلفلاش بيعمل لك عملية تماسل تلقاء للعملية. يعني. دلوقتي جيت انا مسلا كمثال. جيت هنا عملتي ساوي. وافتح القوس. انا هعمل جمع للرقمين دول. او. حددت الرقمين وطلو انتر. طيب هروح اعمل المعادلة دي. الصمت في كل واحدة? لا. بعمل لها حاجة اسمها فل فلاش. تماسل تلقائي. شايفين علامة المربع اللي باللون الاخضر? اول ما تكون وجف عليه. هتلاقي فيه علامة زائد زهرت. كليك شمال عليها واسحب على الخلال بجير. فراح تطبق المعادلة. فهو بيعمل لك عملية تماسل تلقائي لاصل العملية. بمعنى. انا هنا عملت عملية معينة. فانا عايز اعمل تماسل. هعمل نفس العملية على باقي الخلايا. اي. من. هتوجب في الخلال من المربع الاخضر اللي هتلاقيه يما ناحية اليمين او اليسار. كليك شمال واسحب عليه. طب اللي انت عملته هنا على الخلايا الخلايا التانية. طب اللي انت عملته هنا على الخلايا التانية. طيب. فانا عشان اعملها عملتها ازاي? كليك شمال واسحب. دي اسمها انا بضغط ضغط كليك شمال واسحب. طيب في حاجة اوتوماتيك اه. اوتوماتيك او. مش عايز سامل معي ليه? تعالوا كده نجرب نعمل مسلا حاجة الفقير. حاجة رأسية انا اسف. اضغط ضغطتين كليك شمال. فعمل معي الرأس. يا اما كليك شمال على المربع اللي باللون الاخضر الصغير اللي هو الفلفلاش. وانزل بله تحت. يا اما اعمل ايه? ضغطتين كليك شمال عليها اهي. لا فورمات بنتر هندسة مش اه معادلات. فورمات بنتر ده نسخ التنصيق. يعني لو عندك تنصيق معين عملته عايز سعمل له نسخ. لكن دي معادلات. فعندك ده اسمه فبيكون يا اما مانوال يا اما اوتوماتيك يا اما يدوي. يدوي ازاي ان انا بس كليك شمال واسحب. طيب اوتوماتيك فضغط بس ضغطتين كليك شمال عليك. عملية تماثل. تماثل تلقائي. عملية تماثل يعني تماثل. يعني اللي انا عملته في في الخلية اللي فوق هطبقه على باقي الخلايا. بنفس المعادلة. بس لما يجي ياخد هياخد اللي هو الصف اللي جنبه. هيجمع لك اتنين زيادة اربعة زيادة ستة. هو فيهم انت عايز ايه بالزبط. ده الفلاش. طيب في حاجة عكسها اسمها الفلاش فيلم. طب يعني ايه فلاش فيلم. عندك نفترض. رائعي مصيحة الفلاش فيلم. رائعي مصيحة الفلاش فيلم. بس لعملًا مصيحة الفلاش فيلم. جيت هنا رحت كتبت محمد. وكتبت هنا رمضان. اجي هنا اكتب احمد. واجي هنا اكتب علي. اجي هنا اكتب مونة. اكتب محمود. اكتب ابراهيم. اكتب حسن. انا روح اعمل الكلام ده كله. انت بتعمل حاجة اسمها الفصل عملية الفصل الفصل معياري. من وعندك حاجة اسمها طيب. عشان اعمل عملية الفصل دي بس قبل ما ناخد الفصل انا عايز اعرف يعني ايه? اصلا في الفلاش. يعني ايه? في الفلاش ويعني فلاش فيلم. قلنا الفلفلاش اللي هي عملية تماثل تلقاء الاصل العملية اللي احنا عملناها على ارقام من شوية. بيعمل لك نفس العملية هي هي. ده الفل فلاش. طيب الفلاش في اللي هو التعبئة. تعبئة تلقائية. يعني تعبئة تلقائية. انا دلوقتي عندي كل اسم في خلية. جيت انا في خلية سي رح تقولت له. كده تلقائية. انا عرفت الاكسل اللي ايه? عرفت الاكسل اللي انت هتجمع الخلية اي وان? مع بي وان. هتخليلي الاتنين في خلية واحدة. كأن عملت لهم ارتباط. كأن عملت لهم ارتباط. فالكسل اللي فيها ما انا عايز ايه? انا بربط الخليتين ببعض. طيب بمجرد ما هتكتب اول حرف بس عشان مسحنا. عشان كده ما عملتش معانا. هل لازم هي ما اشتغلش اي تنسقات عليها بعد كده. عمد رمضان. ومجرد ما هكتب اول حرف الاسم التاني هو عرف تلقائي انا عايز اعمل ايه اهو? وروح اقول له انتر. يقبل فلاش فيل بيعمل لك تعبية تلقائية. اه. تاني. انا هقول له ان انا هعمل ارتباط ما بين الاتنين. طيب عارف انا عايز ايه? انا كده عملت ارتباط ما بين وبي وان. بمجرد ما هكتب اول حرفة في الاسم اللي بعد كده فراح عارف ان هو تلقائي انا عايز ايه راح اقول له انتر. فراح اعمل لك تعبية تلقائية. طيب لو كده التعبية دي مش متفعلة معي راح اعمل ايه? اختصارة مع ايه. يعني اجي على الخلية التانية وقول له مع ايه? هيعمل لك تعبية تلقائية. مع ايه? بيعمل لك تعبية تلقائية. طيب. انا المرة ده انا عايز افصلهم. افصلهم ازاي? احدد العمود اللي عايز افصل منه. الاول. وباروح على تاب اسمها داتا. واختار حاجة اسمها تيكست تو كلهم. يعني النصوص اللي عندك هتحولها لي الى اعمدة. طيب انا عايز اعمل ايه? حاجة اسمها وحاجة اسمها ان انا هعمل فصل معياري. يعني هافصلهم الى عمودين. طيب هيسبت لك عرض العمود. انا عايز اعمل فصل معياري. وروح اقول له طيب لما اجي افصل زي ما فصل تحت. لازم تعمل ما بينهم. مسافات. اروح اعلم على كلمة واقول له طيب. هتجي على حاجة اسمها انا هافصل فين? انا هافصل فين? اروح احدد اول عمود هافصل فيه. واقول له اللي هصل? هصل اللي اسمها عن بعضها تاني. بحدد العمود اللي هافصل منه. واروح على تابة اسمها داتا اللي هو بيانات. واقول له يعني النصوص دي هتحول هالي الى اعمدة. طيب انت عايز تعمل فصل معياري ولا فصل قياسي. دي الميتد اللي هو الفصل معياري هتخلي كل عمود لوحده. او كل اسم لوحده. طيب هيسبت لك عرض العمود. انا عايز اعمل فصل معياري. اقول له نكست. فعلشان اعمل فصل لازم اعمل مسافات ما بينهم. فاعلم علامة صحة على سبيس. اقول له نكست. طيب الديستنيشن انا عايز افصل فين بالزبط. طيب. فتروح تحدد اول عمود عايز تفصل فيه. واقول له فكده فصل. دي اللي هو الفلاش في ال اهو. احنا عملناه هنا ده. مجرد ما كتبت اول اسم. هو عارف. انا عايز اول ما تكتب اول حرف في الاسم التاني هيعمل لك زي تعباعة تلقائية بالشكل دي وقول له انتش. لكن لو عايز اعكس افصل عن طريق حاجة اسمها التيكست وكلهم من قيمة داتا. الفل فلاش وقضي الفرقة بين الفل فلاش والفلاش فيل. اه فيهم اي مشكلة? فيهم اي مشكلة نقولنا هندسة الفل فلاش اه اه اللي هو عملية تماثل تلقائي اللي احنا عملناها على الارقام. يعني افترض انا عايز اطبق المعادلة عندي اوه. روح تقول له مسلا يساوي وافتح القوس وحدد كل ده. وقفل القوس. فانا نفس العملية اللي عملتها فوق عايز اعملها على الباجي. فانا هعمل تماسل لاصل العملية اللي انا عملتها. فده ده اللي هو الفل فلاش. اما الفلاش فل ان انا بعمل عملية فصل او تعبئة تلقائية اللي احنا عملناها في الاسماء. اعادة الارقام. ارقام ايه بالزبط? هم? ارقام ايه بالزبط? قصدك على ايه الارقام بالزبط? يعني ممكن تحدد ان كل شغلين على الارقام. انا عاز عارف ايه الجزء ايه اللي انت محتاجه. الفل الفلاش. اهو اللي انا عملته دلوقتي اهو. انا قلت يساوي كتبت اسم المعادلة. وروح تحددت. فبعمل حاجة اسمها في الفلاش. عملية تماسل تبقى الاصل العملية. يعني العملية اللي انا عملتها فوق. لسه هنزل تحت واكتب يساوي صم واعمل نفس المعدة? لا. انا اللي انا عملت فوها طبقه تحت. اما عن طريق المانول او الوتوماتيك. المانول في الفلاش. كليك شمال على المربع الاخضر واسحب لتحت. اما لو عايز اوتوماتيك هتضغط عليها تغطيتين كليك شمال. هتلاقيها طبقت معاية القاية. ده الفل فلاش. اما الفلاش فل. اللي هو عملية اه تماثل تلقاي اللي هو احنا قلنا في الفلاش. اما الفلاش فل ان انا عايز اعمل ايه? انا لو عندي اسميش وعايز افصل مثلا الاسمين. او عايز الاسمين المنفصلين اجمحهم. اعمل لهم عملية ارتباط. اسم. زي ده. وجنبه اسمي تاني. وعندك هنا ادي اسم. وعندك هنا مسلا اسم. فدور كده اسمها منفصل عن بعض. انا عايز اعمل ايه? انا عايز ادمج الاسمين. وانا اخدنا حياة اسمها الارتباط. ادمجهم ازاي? انا بمجرد ما هكتب اول اسم اللي هو محمد رمضان. اه كتبت محمد رمضان. انا عرفت الاكسل انا ادمجت الخلية اللي هي اللي فيها محمد والخلية اللي فيها رمضان. ومجرد ما هتكتب اول حرف في الخلية التانية. سيش عايز ستعمل معي هنا لان انا مبدأت عاش من الاول. امسح دول. يفضل ان انا ابدأ في الاول فالس فوق اهي? تمام? اجي في الخلية دي اكتب محمد رمضان رجل خلية زي ما كانت اهو. نسج الربا معي. محمد رمضان. امسح واكتبها تاني عشان خاطر طالما انا غيرت في اعدادات العمود. لازم اعمل حاجة جديدة. طيب. انا عايز الناس تجرب تعملها تاني دلوقتي عشان خاطر انا بتجدت امسح واكتب امسح واكتب امسح واكتب. لو جيت عملنا شي جديد او بالشكل دي. عشان برضو ما طولش على الناس سريعا. جيت انا كتبت اول اسم محمد. جنبه مسلا رمضان. وجيت كتبت هنا اسمي تاني. وجيت كتبت هنا اسم. انا عايز اعمل ايه? انا عايز بدل ما كل شوية اكتب هنا اسمها مع بعض. اكتب محمد رمضان. واكتب علي محسن. واكتب احمد محمود. عايز بمجرد ما هكتب اول حرف في الاسم التاني يظهر تلقاء الواحد. ازاي اعمل الكلام دي انا هكتب اول اسم اللي هو محمد رمضان. فانا كده عرفت الاكسل اللي انا عايز ايه? كده انا عرفت الاكسل. ان انت هتدمج اللي هو الخليل اللي ايه ون? وبي ون. يعني هتدمج الاسم الاول مع الاسم التاني. طيب. اكتب هدي اسم محمد رمضان. وهنزل تحت رح اكتب حرف الايه اللي هو عليه. جات معي كانا بيها ما جاتش. بتكون مشكلة ساعات في الايه? في الاختصارات. هجي اكتب احمد بمجرد ما هكتب احمد هيعمل لي. طيب. لو ظهرت مع الناس نفس المشكلة اللي ظهرت معي دلوقتي. فهو مش عايز يعمل تعبئة. مش عايز يعبي باج الاسماء. بمجرد ما هكون واجف على الخلية التانية هروح هدوس كنترول مع ايه. كنترول مع ايه. يعني دي في مشاكل بتظهر مع الناس. كنترول مع ايه. هتلاقيها هتعبدت القائب من تحت. طيب لو ما اتعبدتش تلقائب. بمجرد ما هتكتب اول حرف في الخلية او في الاسم التاني هيتعبط القائب كله تحت. ليه لان انا عرفت انا عايز اعمل ايه بالزبط? انا عايز ادمج الاسم الاول مع الاسم التاني. فده اللي هو الفل الفلاش فيل والفل فيل الفلاش. الفر ما بين الاتنين. لو عايز تفصلهم عن طريق حاجة اسمها داتا وبتختار حاجة اسمها بس قبل كل ده بتحدد العمود اللي عايز تفصل منه. وتروح على قائمة داتا وحاجة اسمها يعني هتحول النصوص الى عمدة. وعايز اعمل فصل معياري اللي هو وقول له وهعمل مسافة ما بينهم. اروح هعلم علامة صح على وقول له نكست. في بحدد العمود اللي افصل فيه. بعد كده اقول له ايه فنش. تجيب فصل الاسمها عن بعض. كمان. طيب. آآ كفاية كده على الناس. عشان بطول اكتر من كده. احنا اعتبر النهاردة اللي اخدنا ده جزء بس يعني اخدنا بس الاسيات بتاعت الاكسل. بازن الله على يوم على بكرة بازن الله هناخد آآ هنبتدي نشتغل شوية في القوائم بتاعتنا. بتاعت الاكسل. هناخد اللي هو الفورماتي من التنسقات الشرطية. وهندخل شوية في آآ باقي القوائم. وان شاء الله ممكن لو كده نبدأ فيه المعادلات من بكرة. تمام. بس نكتفق كده النهاردة ان شاء الله ونلتقي في المعادلة البكرة الساعة تسعة. ونكمل جزء الاكسل اللي احنا وقفنا عنده.